السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم فيديو اليوم إن شاء الله سنتحدث فيه عن كيفية تقديم طلب إعادة تصحيح ورقة الامتحام فيما يخص باقي الفاني وثلاثة وعشرون يعني إداع الشكايات غير هو واحد الملاحظة شكو اللي مسموح ليه يعمل تقديم طلب إعادة تصحيح ورقة الامتحام فيما يخص باقي الفاني وثلاثة وعشرون هم السلامي اللي كيشوفوا مثلا مجاوبين مزيان وضلموا ره ممكن تقدموا طلب إعادة تصحيح ورقة الامتحام لهذا أنا غدا أشرح لكم كيفاش تقدموا هاد طريقة خطوة بخطوة كاتقوموا بالدخل إلى ما صار دراسي كاتدغطوا في هذه الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ من تما عدار لكم التصبحة كما تلاحظون هناك الدخلوا اسم المستخدم يعني رقم ما صار هاتعملوا أروبات تعليم بوان إم آ كاتدخلوا كلمة المرور الخاصة بكم من بعد كاتقوموا بالدغط في تسجيل الدخل إحنا الآن قمنا بالدخل إلى ما صار الدراسي أعذر لكم هذه الصفحة كاتدغطوا في إداع الشكايات وهنا أعذر لكم هذه القناة نوع الشكاية كتعمل هنا تصحيح أخطاء مادية هنا الامتحان الوطني الدورة العادية من بعد هنا كتختاروا يعني المادة اللي بغيت أنتما تقدموا طلب إعادة تصحيح الورقة كتختاروا المادة ومثلان اجتماعيات الفلسفة إلى أخيرة هنا كتقوموا كتابات رقم الهاتف هنا العنوان التلميذ وهنا كتكتبوا موضوع الشكاية يعني موضوع الشكاية رمعرف كتقدموا طلب إعادة تصحيح ورقة الامتحان على هذا الشكاية كتكتبوا الموضوع طلب إعادة تصحيح هنا كتعملوا سلام تام بوجود مولانا الإمام أما بعد فعلاقة بالموضوع المشارع إليه أعلى يسعدني أن أطلب من سيادتكم الموقرة منحي فرصة إعادة تصحيح ورقة في مادة يعني كتختار المادة اللي بغيت أنت تعاود التصحيح ورقة الاجتماعيات نعملوا على سبيل المثال الاجتماعيات خلال الامتحان الوطني الباكالورياء الدورة العادية برسم سنة 2023 المهم أنت كتحاول تكمل يعني هذا موضوع الشكاية من اللي كتكتب هذا موضوع الشكاية عدار لكم في الأسفل حفظ كتدغطوا في هذه الحفظ وهنا عدار لكم هذه الصفحة كما تلاحظون هنا في طور المعينة كتدغطوا في طباعة باش يعني تطبعوا هذا الوصل إذن كتقومونتم بالضغط في هذه الطباعة وهنا كما كتلاحظوا عدار لكم يعني هذا الوصل هنا كتكونوا انتهيتوا من تقديم طلب إعادة تصحيح ورقة الامتحان فيما يخص باك الفاني وثلاثة وعشو كنت ضرح تكير الجوع لكم إذن هذه هي الطريقة التي من خلالها يمكنكم تقديم طلب إعادة تصحيح ورقة الامتحان برسم سنة الفاني وثلاثة وعشرون بمعنى إداع الشكاية قبل الختام كنتمنى هذا الفيديو للإعجابكم وما تنسوش التعمل باشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد بالتوفيق والسلام موسيقى موسيقى موسيقى